المسيح 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 الآن نرجو على التلميذ سجدوا للمسيح شافوا فيه شيء عظيم هذا ليهود يهود الآن سجدوا له بعد مقام الأموات منتصرا على الموت حقق الفداء اللي كان بوعد فيه موضوع الأنجيل هو حتى يوصلنا للصليب المسيح ذهب للصليب ليه؟ مش مشانة مش مشان عفوا مش مشان يعرض نفسه ذهب للصليب بهدف واحد هو حتى يخلصنا نحن مشاننا نحن أخذ خطيانا زي ما وعد حتى يشيل يسامح كل من يؤمن به فورا مجانا يسامحوا لخطيانا بعدين يلبسوا بره يعني يصير تبادل جعل الذي لم يعرف خطيئة خطيئة لكي نصير نحن بر الله فيه أخذ خطيانا وشو أعطانا؟ بره بالمقابل لما قام الأموات أثبت أنه كل ما وعد به هو صحيحاً يعني بمعنتها نحكيه به الشكل هذا لما ننظر الله كخالق فقط نعرفه جزئياً مش كلياً لما ننظر للمسيح كفادي نعرف الله كلياً بالكامل يعني بالمسيح يسوع اكتملت الصورة اللي كان التلميذ والعهد القديم يسأل عن هذا الإله الواحد كان فيه تساؤلات كتير كان فيه حيرة كيف فيه رحمة وفيه عدل كيف فيه ملاك يهوه شو مانت ملاك الرب كيف ليش الأنبياء مقصرين كتير مرات الملوك في العهد القديم مقصرين الكهنة مقصرين فيه صراخ فيه صراخ باستمرار أعطينا كمان اكشف لنا من أنت كيف رح تحل فيه مشكلة متزايدة باستمر يعني فيه توتر متصاعد باستمرار يبحث عن حل وفجأة عندنا في البداية إله واحد الخالق فجأة وإذ المسيح يعطينا الصورة الأخرى عن إله ليس فقط عادل وشبار وقوي لكنه رحوم نعمة محب يأتي إلينا يتجسد ويمشي بشوارعنا كامل من دون أي خطيئة ويذهب بذنوبنا إلى الصليب ويموت ثم يقوم الآن لما تنظر للمسيح عم تنظر إلى الله بكامله بشقيه الإله الخالق القادر على كل شيء العادل والإله الرحوم المحب المتواضع اكتملت الصورة يعني لما تنظر الله الخالق بوحدانية مطلقة تعرفه جزئيا محدود جدا مخيف أما تنظر بالناحية بالمسيح تعرف الله بكامله هذا هو الثالث ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر